اشتركوا في القناة بمقر الامم المتحدة في مدينة نيويورك مع معالي السيد دينيسيو داكوستا بابو سوريس وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية تيمور الشرقية الدموقراطية حيث تم التوقيع على بيان مشترك حول اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين واكد معالي وزير الخارجية ان خطوة اقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية تيمور الشرقية الدموقراطية تجسد رقبة البلدين في تطوير علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات استنادا الى الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواصلة التنسيق ازاء كافة القضايا محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر